هاتي حبيتين من البصل وحبيتين من البطاطس وتعالوا بينا نعمل كفتة حاتي الغلابة ما هو مش لازم يكون فيه لحمة او فراخ عشان الاكل يبقى لذيذ لا احنا هنعمل بيهم اكلة جميلة اوي الولاد هيكلوه وصوباهم وراها وكل شوية هيبقوا عايزينها على طول يعني انا ولادي بيطلبوه مرتين تلاتة في الاسبوع عايزينها على طول وكمان بقى دخنتها كده بالفحم مع العيش وعملت جنبها كمان صلطة بلدي خضرة جميلة مقرمشة وصلت الطحينة جميلة بشرايح الشطة او الشطة الفليكس حاجة كده طعمها لذيذ جدا كل اللي هيكلها هيقول يا وعدي على طول على طول انا جبت حبيتين من البطاطس وهبدأ ان انا اقشرهم وقطعهم اهم حاجة تكون البطاطس بطاطس تحمير حلوة علشان الولاد يحبوا طعمها وتبقى جميلة ومقرمشة خلاص خدت البطاطس كده اشرتها وحطتها في مياه والبصلتين اخدتهم قطعتهم شرايح زي ما انتوا شايفين هناخد البصل نركنه على جنب وهشتغل بقى في البطاطس هبدأ ان انا اخدها وقطعها حتة لا هي تخينة قوي ولا هي رؤية عايزينها تكون متوسطة كده وجميلة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده هقطعها بقى كده لصوابع بالطول بقت جميلة قوي لحد ما نخلص الكمية احنا طبعا هنعمل على قد عدد افراد وسرتنا الكمية اللي احنا نحبها غسلتها كويس وصفتها من المياه بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده بعد كده هنبعد بقى البصل بعيد احنا هنشتغل في البطاطس بتاعتنا بس هاخد البصل احطه على جنب وهجيب طاصة واسعة افتح النار كده واحطها وهحط فيها كمية كويسة من الزيت وهستنى على الزيت لحد ما يسخن الزيت بقى جميل قوي هنزل فيه بنص كمية البطاطس علشان تتحمر حلو وتبقى مقرمشة كده وجميلة وما تلزقش في بعضها ياريت بقى تقولولي انتوا بتتابعوني منين بجد بجد وكومنتاتكم بتساعدني جدا وبحب ارد عليها كومنت وكومنت وكمان ما تنسوش ان انتوا بقى تتابعوني على قناة الوصفة وقناتي والبيديو والجروب والانستجرام والتيك توك باسم شيفيناس عباس ايه نوسة ايه نوسة الجمال ده البطاطس جميلة جدا الريحة بقى تحفى هحط بقى كده البطاطس على جنب طلعتها على ورق مطبخ وهحط كمية البطاطس التانية عشان احمرها زي دي اهم حاجة احنا مش عايزين نغير طعم البطاطس كل اللي احنا هنحط عليها رشة خفيفة خالص من الملح كده نقلبها على البطاطس لحد ما نطلع الكمية التانية وتبقى جهزة خلاص البطاطس بتاعتنا بقت دهبي وجميلة الكمية التانية اللي في الطاصة هطلعها كده بالراحة جنب البطاطس التانية وبكده البطاطس بتاعتنا خلاص بقت جهزة تعالوا نشيل الزيت بعيد بقى كده ونجيب رشة ملح نحطها على كمية البطاطس التانية ونقلب بقى كده كله وبكده البطاطس بتاعتنا بقت متملحة ياريت ما نملحش البطاطس خالص قبل التحمير لانها بتجلد البطاطس تتملح بعد التحمير جبت بقى كمية البصل اللي انا قطعتها كده وفرشتها في صنية واسعة وحطيت عليها رشة من البقدونس وهحط عليها كمان رشة من الملح والفلفل وادعاكم بيدي كويس قوي علشان البصل يتشرب طعم البقدونس ويتشرب طعم الملح والفلفل هوسع بقى كده البصل بتاعنا وهياخد البطاطس بتاعتنا هي كمان هحطها كده على البصل هو ده اللي هيديها بالزبط بالزبط نفس طعم كفتة الحيتي البصل متقطع شرايح كده وغرقان في الملح والفلفل والبطاطس اتحطت فوقيه مع البقدونس وهجيب كده ورق فويل احط كده ورقتين انا مولعة فحمة على النار احنا هندخن البطاطس بتاعتنا مع البصل هتدي بالزبط بالزبط نفس طعم كفتة الحيتي زي ما انتوا شايفين حطيت كده الفحم سريع الاشتعال وهحط على الفحم نفسه شوية من البقدونس ده بيخليه يدي نفس ريحة كفتة الحيتي بالزبط هحط عليهم بقى كده نقطتين زيت على الفحم المولع دوت هيديني دخنة جميلة كأننا مدخنين البطاطس وكأن فيه طعم كفتة موجود وهاخد كمان العيش بتاعنا اللي احنا هناكل بين غمس بيه البطاطس هحط هو كمان يتدخن كده مع البطاطس المحمرة غطي عليه بسرعة علشان نكتم الفحم في الوقت ده بقى كده عملت طبق صلطها خضرة جميلة مقرمشة وعملت كمان طبق صلط الطحينة وزي انتوا وشها كده بالشطة الفلكسة او الشطة الخشنة اه وكمان شوية من البقدونس وشوية من الكمون حاجة كده جميلة قوي وبكده بقت الصلطات بتاعتنا جاهزة والاكل بتاعنا جاهز تعالوا بينا نرفع الغطى ونشوف بقى كده اول حاجة هعملها هشيل العيش بقى كده على جنب وهاخد الفحم اللي كان مولع خلاص دلوقتي انا مش عايزاه هاخده اطبقه كده ورميه علشان نبدأ بقى ناكل البطاطس بتاعتنا عايز اقول لكم سندوتشات البطاطس دي بناخد العيش بقى نغرقه بصلطة الطحينة والصلطة الخضرة ونحط من شرايح البصل اللي تحت اللي بلبقى دونس ومعاها البطاطس الطعم بيبقى واهم يا جماعة بالزبط بالزبط كايننا مسكين سندوتش كفتة حاتي بناكله بالعكس الطعم كده بيبقى اخفه اجمل كمان زي ما انتو شايفين انا مش عايز ااكل ولا حاجة خدت حباية من البطاطس اللي بقت مدخينة وجميلة دي وغرقتها كمان في الطحينة الجميلة وهدوق يا السلام ايه ده الطعم تحفة بالزبط بالزبط كايني باكل صباح كفتة تعالوا بقى ناخد كده حبة من حتة من العيش هاخد عليها حبة من البصل المندخن دوت وهحط عليها كمان شوية من البطاطس وشوية من الصلاة الخضرة واغطسها كده في الطحينة واكل مش ممكن يا جماعة الطعم بجد بجد اكتر من رائع ناكل بقى كده ونعمل الولاد سندوتشات بالفة هنا وشفة ويا رب دايما وصفاتنا تعجبكم وتنايردقكم